هرجع مع حضرتكم مرة أخرى للأستاذ شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي الحديث أستاذ شريف العريان برحب بحضرتك على شاشة On Time Sports وبرحب بحضرتك على برنامج ملعب الأبطال أنا متعلن ألف مبروك البرنامج الله يخليك يعني في البداية عايز أبدأ مع حضرتك عن الجدل المصارح حالياً بشأن تأجيل النشاط الرياضي في مصر وهل فعلاً تحاد الخماسي الحديث أصدر أي قرار في الساعات الأخيرة أو الكلام اللي نصب لحضرتك بتأجيل النشاط الرياضي ولا لا طبعاً هو كلام النشاط الرياضي في العموم فبصره ده كلام غير صحيح وأنا لم أتحدث على أي حاجة في الأدعاب الجماعية على الإطلاق كل ما حدث هو الاتحاد الخماسي الحديث بعد قرار رئيس الوزراء مبارح وبيان السيد الوزير الدكتور أشف صبحي أو زد شاب الرياضة الصبح اللي تم بالتعاون التام الحقيقة مع تجهة البيان المصرية بين التجمعات الرياضية اللي فيها جماهير كتير وبتاع حدث نحاول نحن نقللها للفترة اللي جاية دي خلق خوفة من انتشار العدوى الحقيقة اتحدى الخماسي الحديث كان عنده بقولة كبيرة الحقيقة حدث قامت القاهرة وفيسكندرية الخميس الجمعة والسابت القادمين كان أكتب مشاركة أكتر من 1200 لاعب والعادة غير أولياء دهوره كان ده كله ففضلنا ان احنا ناخد القرار بتأجيل الأجل غير مسمى لهذه البطولة وهي مراحل أولاد دهورين ففضلنا على أولادنا الحقيقة يعني سناخد أي رسك الحقيقة في سلامة الأولاد أو أولاء أمورهم الحقيقة فده كان قرارنا وطبعا بعض الألعاب الفردية خدت قرارات من مصر زي ما حايت قولت غسل الإنقاذ السلاح السلاحة أجل يعني قرارات كثيرة الحقيقة خدت حاجات ممثلة وده كلها إجراءات وقائية خلاص نعم إلغاء للمساط الرياضي في مصر طبعا ده هذا كلام عاري تماما عن الصحة ونفتق أصدر بيان بعد ما حصل لغة الصبح في هذا الشعب طيب يعني أستسمع حضرتك وتقريبا التأجيل ده هيدم قد إيه في حالة التأجيل لفترة طويلة أيضا هل هيتم تأثير اللعبين المتأهلين لأولمبياد توكيو يعني مستوى اللعبين ووقف النشاط الرياضي أكيد هيأثر عليهم فهي أعرف من حضرتك مدى تأثير هذا على اللعبين وأيضا متوقعين قد إيه يتم التأجيل في النشاطات الرياضية نحن هم نتكلم على المشاطات الرياضية التي تؤثر قرص على المنتخبات الحية منتخباتنا شغيرة زي ما هي شغيرة في التصييات المجاحة زي ما هي في بعض الاتحادات الدولية أجلت تصييات معينة أو ألغت مصابقات معينة في أخيرها لسه قرار المتاخذ من الاتحاد الدولي يزدوده بتأجيل التصييات وتأجيل المجوبة القرية المؤهلة لفترة لغاية ما بعد 15-14 بحقيقة كل اتحاد دولي يعني بنص نظرة مختلفة عن الثاني في اتحادات موقفة شوية في اتحادات لأ إنما ما فيه مدة محددة إحنا نقررينها أو الاتحادات الدولية نقررها كل واحد يشوف التطور حيبقى يتفاشل زي في القطرة القادمة والاحتياطات واجبة الحقيقة لأن في الآخر سلامة البناء الدمين الحقيقة هي الأهم من أي نشاط إحنا نزلنا كخماسي حديث طريقنا بيتمرن زي ما هو باتحادنا مسافر إن شاء الله يوم 24 لكاس العالم رقم 2 في بلغاريا في صوفيا وأنا كنت بأكد مع الاتحاد الدولي صباحا في دليفون مع مادام شايني فانج ستعامل الاتحاد الدولي وما فيش أي تأكيد للبطورة بطورة مقامة زي ما هي اتحاد الدولي الخماسي الحديث غير مكان بطلطين كبرتين نهاي كاس العالم يترحل قام في كوريا ويدوروا بجأتي على مكان في أوروبا وبطلط العالم الاكتبار اللي كانت حتقام في أسطين بزور أخير مدناي وكانت آخر حاجة في مراحل التأهيل دي تم نقلها إلى المكسيك ويوم 1-6 حيعلن أسماء المتأهلين في أسماء الحديث من البيات كبرتين شاء الله يعني حضرتك وضحت أن فعلا إن شاء الله يوم 24 هيتم صفر الفريق إلى بلغاريا عايز أعرف من حضرتك الاستعدادات لكاس العالم البعثة إن شاء الله يكون فيها كم عدد من اللعبين وطوقات حضرتك إيه المستوى اللعبين أو أداءهم بإذن الله في هذه البطولة نحن عندنا أربع داعبين وأربع داعبات هم اللي بناء الدعم حاليا وده الحد الأقصى لأي دولة في الاشتراك في كاسات العالم عندنا أحمد وسامة الجندي إسلام حامد ياسر حفني ومهند طارق هم فريق الرجال وفي السيدات قايد عادل سلم عيمان عبد المقصود سندس طارق ونورين بوليس هم الأربعة اللي هيتفروا إن شاء الله هوا نحن نصر حالة تجميع نقاط بغاية واحد شدة ست بطولاتهمنا هيحددوا مين اللي هيتقاحن إن شاء الله الحد الأقصى لأي دولة هو ولدين وابنتين نحن مصر مؤهرة بولد وابنت حاليا بسبطنا أبطال أفريقيا إنما عليهم نوصل للحد الأقصى الواتين اللي سبين إن شاء الله ونتمنى المنافسة أن يتوقف على مجاليات بإذن بشكر حضرتك المهندس شريف العريان يعني حبينا طبعا من خلال شاشة ملاعب الأبطال إن نحن نوصل لمصدر الخبر ونتأكد من صحته سواء بالإجاب أو بالنفي ويمكن كان معنا الأستاذ شريف العريان اللي أوضح الموقف بشكل كامل